بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طلابي وطالباتي أهلاً وسهلاً بكم في درس جديد من مادتنا أحياء اثنين ثلاثة كنا في درسنا الماضي قد تكلمنا عن الانقسام الخلوي وانقسام الخلية نموها تكاثرها اتفقنا سوياً بأن هذه الخلية تمر هذه الخلية بثلاث مراحل قسمنا هذه المراحل ما بين الطورة البيني والانقسام المتساوي وانقسام السيتب لازم ذكرنا قبل ذلك إذ تذكرون ونحن نتكلم عن قسام الخلية عندما تحدثنا عن حجم الخلية نسبة مساحة السطح لهذا الحجم هذه الخلايا تصل إلى حجم محدد ثم تبدأ هذه الخلايا إما أن تموت هذه الخلايا أو تتوقف عن النمو أو تتجه هذه الخلية لتنقسهم أيضاً علقنا وذكرنا واتفقنا في درسنا ما قبل الماضي بأن كلما كانت هذه الخلايا صغيرة لماذا الله سبحانه وتعالى جعل هذه الخلايا متناهية الصغر وكلما كانت هذه الخلايا صغيرة كانت تواصل نقل هذه المواد حركة المواد التبادل هذه المواد مع البيئة الخارجية يكون بشكل أسرع بفاعلية أكبر لهذه الخلايا ثم بدأنا نتكلم عندما تصل هذه الخلية إلى آخر حد من هذا النمو سوف تبدأ بالانقسام كيف تنقسم هذه الخلايا؟ تنقسم من خلال ثلاث مراحل أولى هذه المراحل أسميناها الطور البيني خلال انقسام الخلية أو خلال مرحلة الطور البيني تمر الخلية أيضاً بثلاثة مستويات وهي الجيوان والإس الذي يحدث في تضاعف هذا الديني وننتهي بالجيتو في الجيتو ذكرنا بأن هذه المرحلة الأخيرة من الطور البيني كانت الخلية تستعد لماذا؟ تستعد الانقسام تتحضر للدخول في الانقسام المتساوي فخلال الطور البيني نمو الخلية تضاعف المادة الوراثية هي أبرز سمات وصفات هذا الطور ومن الرسم البياني يتبين لنا منه عندما نتتبع هذا الطور البيني لأنه تقريباً 90% من وقت انقسام هذه الخلية يحدث في الطور البيني أيضاً ذكرنا يعقب هذه المرحلة مرحلة أسميناها الانقسام المتساوي وخلال دراستنا لدرس اليوم والدرس القادم سوف نتكلم بتفصيل أكبر عن هذه المرحلة في الانقسام المتساوي يحدث انقسام للنواة مادتها النووية سوف نتتبع هذه المراحل عبر أربعة أطوار بإذن الله بتفصيل أكبر خلال درس اليوم ودرسنا القادم ثم تنتهي هذه الخلية بمرحلة أسميناها أو طور أسميناها انقسام السيتوبلازم فانقسام السيتوبلازم وتكوين خليتين هو الناتج الأخير لانقسام هذه الخلايا إذن هذه الخلايا تمر بثلاثة أطوار البيني والانقسام المتساوي وانقسام السيتوبلازم في الحصص الماضية كنا قد اتفقنا وتعرفنا بشكل كبير على الطور البيني وماذا يحدث في هذا الطور البيني تتبعنا هذه المراحل الثلاث في الجي وان شاهدنا هذه الخلية ذكرنا أن الطور البيني هو مرحلة من مسمى هو بيني تبدأ هذه المرحلة بمجرد انقسام الخلية تبدأ تستعد للانقسام التالي كل هذه المدة الزمنية أسميناها بالطور البيني الذي تحدث فيه ثلاث مراحل ومثل ما ذكرنا يعقبها مرحلة أسميناها مرحلة الأس أو مرحلة تضاعف الديني تضاعف المادة الوراثية وتنتهي بطور الجي وهذه المرحلة تكون الخلايا مستعدة لعملية الدخول في الانقسام المتساوي اتباكنا سويا بأن هناك تباين اختلافات على مستوى زمن انقسام الخلية من خلية إلى خلية سواء على مستوى الحيوانات النباتات حتى الخلايا البداية فيذكر لنا الكتاب أنه بعض خلايا حقيقية النواة تكمل دورتها في ثمان دقائق إذن هنا رقم مختلف لبعض هذه الحقيقيات النواة وذكرنا هناك أيضا انقسامات على مستوى الخلايا الجنينية تتذكرون ونحن ندرس في أحياء اثنين في مراحل التكوين الجنيني المبكر كنا نشاهد في مراحل التكوين الجنيني المبكر هناك انقسامات متتالية سريعة لهذه الأجنة فزمن انقسام الخلية زمن دورة الخلية أي تباين من خلية إلى خلية وبحسب المرحلة العمرية لهذا المخلوق الحي على مستوى مخلوقات حقيقية النواة أيضا ظهر معنا أمر مختلف بأن بعض الخلايا تستغرق عاما كاملا لكي تنقسم أو تدخل في مراحل يحدث لها انقسام لهذه الخلية ولعلنا أبرزنا مثال الخلايا المتواجدة في كبد الإنسان هذه الخلايا قد تستمر لمدة عام كامل ثم تنقسم وأيضا أنتم تملكون المعرفة الكافية عندما تكلمنا عن الطور البيني أنه في هذه المرحلة وبالتحديد في مرحلة الجيون الخلايا العضلية الخلايا العصبية تتوقف في هذه المرحلة لا تكمل المرحلة التالية من تضاعف الديني أو مرحلة الاسم من الطور البيني لماذا؟ لأن هذه الخلايا لا تنقسم ولعل هذه المعرفة موجودة عندكم مسبقا الخلايا العصبية الخلايا العضلية هذه الخلايا التي لا تنقسم تتوقف طور الخلية أو زمن الخلية أو انقسام الخلية في مرحلة الجيون لا يحدث هناك تضاعف لذلك كانت هذه الخلايا لا تتجدد هذه الخلايا غير منقسمة أيضاً ظهر معنا على مستوى زمن دورة الخلية بأن معظم الخلايا الحيوانية تستغرق من 12 إلى 24 ساعة وهذا الأمر على وجه العموم أن أغلب الخلايا يتراوح زمن انقسامها في هذه المدة الزمنية أيضاً تكلمنا عن بداية النواء و تتذكرون في المراحل الأولى أو خلال دراستنا المكرر أحياء واحد بأن الخلايا البكتيرية أو هذه البدايات تنقسم في الظروف الطبيعية خلال 20 دقيقة لذلك تتذكرون الرقم المهول عندما كنا نتكلم عن خلية بكتيرية قادرة على إنتاج أكثر من مليار خلية بكتيرية خلال 10 ساعات لأن هذه الخلايا تنقسم كل 20 دقيقة اليوم بإذن الله لدينا الدرس الثاني من هذا الفصل وهو الانقسام المتساوي خلال دراستنا لهذا الدرس لدينا فكرة رئيسة نصة فكرتنا الرئيسة بأنه تتكاثر الخلايا الجسمية في المخلوقات الحية حقيقية النوى بواسطة الانقسام المتساوي وعملية انقسام السيتو أبلازم خلال دراستنا لهذا الدرس لدينا هدفان يظهران هنا على الشاشة في الهدف الأول بأن تصف وتصفي أحداث كل مرحلة من مراحل الانقسام المتساوي في الهدف الثاني بأن تشرح وتشرح عملية انقسام السيتو أبلازم إذن مثل ما اتفقنا في درسنا الماضي كنا متفقين بأن هناك ثلاث مراحل ثلاثة أطوار لانقسام الخلية الطور البيني الانقسام المتساوي وانقسام السيتو أبلازم أكبر زمن تستغرق الخلية خلال هذه الدورة كان في الطور البيني اليوم بإذن الله سوف نتعلم الجزء الأول من الانقسام المتساوي ونكمل في الدرس القادم باقي مراحل الانقسام المتساوي بالإضافة إلى مرحلة انقسام السيتو أبلازم هنا يظهر معنا على الشاشة كروموسوم، كروماتيتس، سنترومير هذه المصطلحات ستظهر معنا خلال دراستنا سواء لدرس الانقسام السيتو أبلازم أو الانقسام المتساوي والانقسام المنصف معرفة هذه الأجزاء سوف تسهل علينا فهم الخطوات التي تحدث لكل مرحلة هنا ما يظهر معنا في هذا الجزء نسميه كروماتيت مفرد، كروموسوم مفرد، واحد من هذه الكروماتيدات ولكن هنا يظهر معنا كروموسوم متضاعف نحن جميعا دائما دائما عندما نسمع مصطلح كروموسوم نتخيل هذا الشكل على شكل X ولكن هذا الشكل يمثل الكروموسومات المتضاعفة إذن عندما نشاهد هذه المادة الوراثية تجمعت، ارتصت لتكون هذا الشكل على شكل حرف X هنا كروموسومات متضاعفة ولكن ما يظهر في الجزء الأول هنا هو عبارة عن كروموسوم مفرد أو كروماتيد مفرد وهنا في المنتصف في نقطة الاتصال التي تجمع ما بين الكروموسومات ما نسميها بالكروموسومات الشقيقة نسميها السنترومير نسميها السنترومير فعندما نتتبع هذا الرسم يظهر معنا هنا هذه الكروماتيدات نسميها الكروماتيدات الشقيقة هنا كروموسوم متضاعف وهنا كروموسوم متضاعف نسميها الكروموسومات المتماثلة إذن هذه الكروماتيدات تظهر في كروموسوم واحد هنا كروماتيد وهنا كروماتيد نسميها كروماتيدات شقيقة هنا كروموسوم وهنا كروموسوم كروموسوم متضاعف وكروموسوم متضاعف نسميها الكروموسومات المتماثلة وما يجمع ما بين الكروماتيد الأول والكروماتيد الثاني نقطة الاتصال في هذه المنطقة نسميها السنترومير فلابد أن نعرف ما يعني أو مسمى كل جزء من هذه الأجزاء لأنه خلال دراستنا لهذه المرحلة سوف نشاهد التغيرات التي تحدث لهذه المادة الوراثية عندما تتضاعف هذه المادة عندما تنفصل هذه المادة وبالتحديد عندما نقوم بدراسة الانقسام المنصف في فصلنا القادم بإذن الله تعالى الانقسام المتساوي في أثناء الانقسام المتساوي تنفصل المادة الوراثية المتضاعفة وتصبح الخلية جاهزة للانقسام إذن جميع مراحل هذا الانقسام المتساوي ما الذي يحدث فيه؟ الخلية تنقسم إلى تتضاعف فيها المادة الوراثية تستعد للانقسام ويتبقى لهذه الخلية فقط فصل السيتوبلازم في المرحلة الثالثة التي نسميها انقسام السيتوبلازم ففي أثناء الانقسام المتساوي تنفصل المادة الوراثية المتضاعفة بمعنى حدث تضاعف لهذه المادة الوراثية وتصبح هذه الخلية جاهزة للانقسام يعد انفصال الـ DNA أو المادة الوراثية هو العامل الأساسي في الانقسام المتساوي كونه يسمح بانتقال المادة الوراثية إلى الخلايا الجديدة إذن هذه الخلية عندما انقسمت أو عندما تضاعفت هذه الخلية تضاعف هذه الـ DNA عندما انقسمت هذه الخلية وانتقلت كل محتويات الـ DNA الأصلية ومحتويات المادة الوراثية الأصلية لكل خلية من هذه الخلايا المنقسمة الخليتين التي انقسمت انتقلت لها المادة الوراثية هنا نجاح الانقسام هنا الهدف من هذا الانقسام المتساوي هو نقل المادة الوراثية للخلايا الجديدة هذه الخلايا الأم سوف تورث هذه الجناس سوف تورث هذه المادة الوراثية لهذه الخلايا الجديدة وهذا هو الهدف الأساسي من الانقسام المتساوي نقل هذه المادة الوراثية للخلايا الجديدة تستعمل المخلوقات الحية العديدة الخلايا عملية الانقسام المتساوي لزيادة عدد الخلايا خلال نموها وتعويض الخلايا التالفة هنا بتعبير آخر نستطيعه ما هي أهمية الانقسام المتساوي ما هي فائدة الانقسام المتساوي ما هو أثر الانقسام المتساوي لهذه المخلوقات الحية المخلوقات الحية استخدمت هذا الانقسام المتساوي هنا ساعدها في تعويض الخلايا التالفة هناك خلايا تعمل بشكل يومي هذه الخلايا تتعرض للتلف عندما يكون هناك انقسام متساوي عندما يكون هناك تجديد لهذه الخلايا هنا تظهر الفائدة الأولى أيضا هذه المخلوقات تنمو هذه المخلوقات تكبر في حجمها لا يمكن لها أن تنمو لا يمكن لها أن تكون هذه الأنسجة هذه الأعضاء إلا من خلال هذا الانكسام ويعلكم جميعكم تملكون هذه المعرفة أنه في المرحلة الأولى الحيوان المنوي عندما خصب هذه البويضة انكسمت هذه الخلية إلى خليتين ثم إلى أربع خلايا ثمان خلايا ستة عشر خلية تكونت البلاستولات ثم ظهرت الجاسترولة ودخلنا في مرحلة تكوين هذه الأنسجة ظهرت الطبقة الخارجية في البداية ثم الداخلية ثم ظهر أو عفوا الوسطى ثم انتهينا بالطبقة الداخلية تتخصص كل طبقة من هذه الطبقات لتكوين جزء من هذا المخلوق الحي عندما ذكرنا أن الطبقة الخارجية تعطي الأنسجة والجلد والأعصاب الطبقة الداخلية كانت تكون هذه القناة الهضمية أو تتخصص لتكوين القناة الهضمية بينما الطبقة الوسطى تخصصت في تكوين أجهزة الدوران فالمخلوقات الحية عندما تنمو هي بحاجة لانقسام هذه الخلايا لظهور هذه التراكيبة الجديدة هذه الأنسجة هذه الأعضاء التي تعطينا في الأخير هذه الأجهزة التي تكون المخلوق الحي في الانقسام المتساوي هناك أربع مراحل إذن عندما نتكلم عن دورة الخلية هناك ثلاثة أطوار طور بيني، انقسام متساوي، انقسام سيتوف لازم الآن في الجزء الماضي تكلمنا عن الطور البيني، الطور البيني كم مرحلة؟ كان هناك ثلاث مراحل مرحلة G1 ومرحلة S ومرحلة G2 الآن نتكلم عن الانقسام المتساوي بشكل مفصل في مراحل الانقسام المتساوي هناك أربع مراحل هي ما تظهر معنا هنا في الشاشة في أولى المراحل هو الطور التمهيدي يعقب هذه المرحلة الطور الاستوائي ثم الطور الانفصالي وننتهي من الانقسام المتساوي بطور نسميه الطور النهائي أولى هذه الأطوار، أولى هذه المراحل في الانقسام المتساوي يظهر معنا الطور التمهيدي الطور التمهيدي هو الطور الأطول من الانقسام المتساوي إذن عندما نتكلم يأتينا سؤال يذكر ما هو أطول طور في دورة الخلية مباشرة نذكر الطور البيني هنا على مستوى دورة الخلية هنا يتكلم يذكر لنا على مستوى الانقسام المتساوي ما هو أطول طور خلال الانقسام المتساوي هو الطور التمهيدي فالطور التمهيدي مثل ما يظهر هو الطور الأطول من الانقسام المتساوي في هذا الطور يرتبط كروماتين الخلية بعضه مع بعض ويتكثف إلى كروموسومات في صورة حرف X قبل قليل ذكرت لكم من المهم جدا أن نتعرف على هذه التركي من المهم جدا أن نعرف كل مصطلح إلى ما يشير من هذه الأجزاء للمادة الوراثية هنا كروماتين متجمع و كروماتين متجمع داخل هذه النواة يكون متجمع كذا ملتف هذا الكروماتين هذه الكروماتينات تتجمع تتجمع بتعبير آخر تتكثف 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 تكون لنا الكروموسومات المتضاعفة ما هو الكروموسوم المتضاعف؟ هذا كروموسوم متضاعف كذلك هنا كروموسوم متضاعف إذن هذا كروموسوم متضاعف و هنا كروموسوم متضاعف إذن الخطوة الأولى هذه المادة الوراثية هذا الكروماتين بدأ يتكثف 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 ليعطي ماذا؟ ليعطينا الكروموسومات المتضاعفة التي تظهر على شكل حرف X إذن هنا كروموسوم مفرد هنا كروموسوم مفرد ولكن هذا الكروموتين في هذه المرحلة في الطور التمهيدي هذه المادة تكثفت 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 وأعطتنا الكروموسوم المتضاعف فيرتبط كروماتين الخلية بعضه مع بعض ويتكثف إلى كروموسومات في صورة حرف X كل نصف كروموسوم يسمى الكروماتيد الشقيق والكروماتيدات الشقيقة تركيب تحتوي نسخا متطابقة من الـ DNA إذن ذكرنا قبل قليل هناك حرف X هذا الحرف X عبارة عن ماذا؟ عبارة عن كروماتيدات شقيقة هذه الكروماتيدات الشقيقة كل واحد من هذا الكروموسوم كل كروماتيد من هذا الكروموسوم نسميها الكروماتيد الشقيق هذه الكروماتيدات هذا الكروماتيد الأول هذا الكروماتيد الثاني تحمل نفس المادة إذن هي كروماتيدات شقيقة تحمل نفس الصفات الوراثية تملك نفس الـ DNA إذن كل نصف كروموسوم يسمى الكروماتيد الشقيق الكروماتيدات الشقيقة تركيب تحوي نسخا متطابقة من الديناي السنترومير تركيب مهم لأنه يضمن انتقال نسخة كاملة من الديناي المتضاعف إلى الخلايا الجديدة إذن قبل قليل وأنا أذكر لكم بأن هناك نقطة اتصال هناك نقطة ربط ما بين هذه الكروموسومات ما اسم هذه المنطقة يا منطقة السنترومير هذه المنطقة منطقة الربط ما بين هذه الكروماتيدات التي تسمح بانتقال المادة الوراثية لينتج لدينا نهاية هذه الانقسامات الخلايا المتطابقة الخلايا التي تملك المادة الوراثية الموجودة لدى الأم في الطور التمهيدي عندما نتكلم عن المراحل في هذا الطور في أولى الخطوات أو أولى المظاهرة التي من الممكن أن نشاهدها في هذا الطور تختفي النوية ويبدأ تكوين تركيب خاصة نسميها لنيبيبات الدقيقة في السيتوب لازم وتسمى خيوط المغزر إذ تذكرون ونحن نتكلم سويا عندما نتكلم عن عضيات الخلية تظهر هذه المراكزات ماذا تعمل هذه المراكزات هذه الأنيبيبات؟ تعمل على إخراج خيوط المغزل أو إظهار خيوط المغزل لها دور كبير في عملية الانقسام هنا مثل ما يذكر لنا الكتاب بأنه أول الخطوات سوف نشاهد اختفال هذه النوية النوية لهذه العضية التي كانت تحيط بهذه المادة الوراثية سوف تتلاشى النوية سوف يتلاشى هذه النوية يختفي هذا الغشاء ويبدأ تركيب أو تكوين تركيب خاصة نسميها لنيبيبات الدقيقة في السيتوب لازم وتسمى خيوط المغزل أيضا يختفي الغلاف النووي وترتبط خيوط المغزل مع الكروماتيدات الشقيقة في كل كروموسوم على جانبي السنترومير من جهة وبأقطاب الخلية المتقابلة من جهة أخرى إذن المظهر الثاني المشهد الثاني الذي سوف نلاحظه يظهر معنا في الطور التمهيدي هو اختفاء الغلاف النووي تلاشي الغلاف النووي وتبدأ هذه الخيوط ترتبط خيوط المغزلية مع الكروماتيدات الشقيقة في كل كروموسوم على جانبي السنترومير من جهة وبأقطاب الخلية المتقابلة من جهة أخرى إذن هذا التعبير نستطيع أن نعبر عن ظهرة المريكزات ظهرت هذه الأنيبيبات الدقيقة تكونت هذه المريكزة لتظهر خيوط المغزل تبدأ هذه الخيوط ترتبط مع هذا الكروموسومات المتضاعفة فإن نقطة الاتصال تتم من خلال منطقة السنترومير جهة من هذه الخيوط مرتبطة مع أحد الكروماتيدات الشقيقة والجهة الأخرى لهذا الخيط مرتبطة مع المريكزات وبنفس الفكرة في الجانب الآخر من الخلية سوف نشاهد هذه الخيوط ترتبط مع الكروماتيدة الشقيقة الآخر من جهة ومع المريكز الموجود في الكطب الآخر من الخلية بالجهة الأخرى عندما نتكلم عن الجهاز المغزلي ماذا نقصد بالجهاز المغزلي؟ هو الجهاز أو التركيب الكلي الذي يضم الخيوط المغزلية والمريكزات وكذلك الألياف النجمية إذن هنا ونحن نتتبع هذا الرسم يظهر معنا أكثر من تركيب أظهر ما هو الجهاز المغزلي الجهاز المغزلي يتكون من ثلاثة أجزاء هنا تظهر معنا هذا الجزء هو عبارة عن المريكزات هذه الخيوط التي تظهر معنا على شكل نجمة نسميها النجمة وأيضا نتكلأ أو الألياف النجمية هنا تظهر معنا خيوط المغزل لهذه الخلية تأتي أهمية الجهاز المغزلي في حركة الكروموسومات وتنظيمها قبل انقسام الخلية إذن هذه ذكرنا أن الكروموسومات تضاعفت أصبحت على شكل S هذه الخيوط المغزلية بدأت تتكون أو المريكزات تتكون في أقطاب الخلية أخرجت هذه الخيوط المغزلية ارتبطت مع الكروموسومات على شكل حرف S من نقطة X أو في أحد الكروماتيدات الشقيقة من جهة وفي الكروماتيدة الآخر أو الكروماتيدة الشقيقة الآخر ارتبط به الخيط المغزل في الجهة الأخرى تبدأ هذه الخيوط المغزل تسحب هذه الكروموسومات المتماثلة حتى تصطف منتصف الخلية في منطقة نسميها استواء الخلية التي سوف نتكلم عنها بإذن الله في الطور الثاني في الطور الاستواء عندما نتكلم عن الجهاز المغزلي يتكون من هذه المريكزات التي أتت في أقطاب الخلية أيضا تحوي خيوط المغزل كذلك تحوي الألياف النجمية التي أحاطت بالمريكزات في أقطاب الخلية إذن قبل أن ننتقل للمناقشة خلال دراستنا لهذا الدرس أو في الجزء الأول من القسام المتساوي كنا متفقين بأن القسام المتساوي عبارة عن أربع مراحل وهي الطور التمهيدي والطور الاستوائي والطور الانفصالي ثم ننتهي في الطور النهاي اليوم في درسنا اليوم تكلمنا عن المرحلة الأولى عن الطور الأولى وهو الطور التمهيدي هذه الكروموسومات المتضاعفة هذه الكروموسومات التي ظهرت على شكل S أولى الخطوات التي شاهدناها شاهدنا اختفاء لهذه النوية غشاء النوية كذلك اختفاء للغلاف النووي بدأت تظهر هذه الكروموسومات في الطور البيني إذ تذكرون كان يظهر هناك مادة كروماتين مبعثرة داخل هذه الخلية ولكن في مرحلة الانكسام المتساوي بدأت هذا الكروماتين يتكثف ويتجمع وأعطانا هذه الكروموسومات المتضاعفة اختفت النوية اختفاء الغلاف أو غشاء النواه لهذه الخلية ثم ظهرت المريكزات هذه الألونيبيبات الدقيقة أطلقت خيوط المغزل التي اتصلت مع هذه الكروموسومات بدأ كل خيط من هذه الخيوط في جوانب هذه الخلية يسحب هذه الكروموسومات ليبدأ يرتب هذه الكروموسومات لتصطف لترتص لتترتب على مستوى خط استواء الخلية في المناقشة يظهر معنا في السؤال الأول عدد وعددي مراحل الانكسام المتساوي إذن مثل ما اتفقنا هناك أربع مراحل الانكسام المتساوي الطور التمهيدي الطور الاستوائي كذلك الطور الانفصالي والطور النهائي تعلمنا سويا اليوم ما هو الجهاز المغزلي هنا يطلب مننا السؤال حدد وحددي على الرسم التالي الخيوط المغزلية والمريكزات والألياف النجمية إذن هذه التركيب الثلاثة هي المكونة لجهاز المغزلي يظهر معنا في التركيب الأول هنا المريكزات التي نشير لها في الرسم ثم يظهر معنا هنا الخيوط المغزلية التي ترتبط مع هذه الكروموسومات ويأتي آخرا هذه الألياف النجمية التي تأتي محاطة أو محيطة بهذه المريكزات بهذا السؤال نكون انتهينا من الجزء الأول من درس الانقسام المتساوي رجعي لكم بالتوفيق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك